بدايةً كلمة معجزة تعني ما يعجز عليه الإنسان روح يعمله اللي يقدر يعمل اللي هو الله ففي مفهوم كلمة معجزة إن الذي يعجز عليه الإنسان يعمله الله وده الإعجاز عشان كده ربنا مش بيعمل معانا معجزات على طول لإن إحنا نقدر نعمل اللي نقدر نعمله بعرق جبينك تأكل خبزك وتستناش معجزة تشبعك وإنت قادر تشتغل وتجيب وتشبع وتشبع اللي معاك أي هدف لأي معجزة ليها هدف بيبقى واضح وصريح السيد المسيح ما كانش بيعمل معجزات علشان الناس تتفرج لأنه ليس بممثل يتفرج عليه ولا إنه عايز مدح من الناس ولا إنه عايز يكمل لأنه هو نقص حاجة لا ده هو كامل كاملين ده كامل مش نقص حاجة في تجسد الله هو وزعم ما نقيل إلهنا الله معنا الكلمة اتخذ جسدا وحل بيننا شابهنا في كل شيء ما خل الخطيئة يعمل المعجزة طب ليه طبعا هو فيه هدف كثيرة لكن الهدف الأسماء علشان يقول في الآخر إن كنتوا بتأمنوا بالله فآمنوا بيه وكأنه عايز يقول أمنوا بي أنا الله ومن ضمن صفات الله الخلق إحنا مخلوقين لكن الله هو الخالق روح لما نلاقي سيد المسيح في هذه المعجزة يخلق يخلق من الخمس خبزات والسمكتين خبز كثير وسمك كثير يشبع خمسة آلاف هذا الخلق من صفات الله يبقى العمل العمل ده هو الله وبالتالي يبقى فيه هدف لأعمال السيد المسيح وهو الخالق عشان نعرف إنه هو الله الظاهر في الجسد فنؤمن به بنسمي هذا الإنجيل إنجيل الشبع وإنجيل البركة أن المسيح سيد المسيح هو المشبع وأن السيد المسيح هو الذي يبارك هو البركة وهو الذي يبارك إنجيل الشبع لأن الإنسان لما خلق خلق على صورة الله مثاله سماوي لكن لما أخطأ الإنسان الخطيئة جعلته يبقى بقى في الأرض والشك والحسك بقى والتعب والعرق فبقى بدل ما كان سماوي بقى في الأرض كأنه مخلوق أرض يعني فالسيد المسيح المحبة ما يحبش يشوف خلقته كده بدل ما كانت سماوية على صورته ومثاله بقت أرضية كده وجعانة ومريضة وصقطة وميتة لح يأتي يأتي علشان يرد الإنسان مرة أخرى إلى ردبته الأولى وعلشان رح يشبع الإنسان الجائع دوة ويرجع له وجوده وصورة الله ومثاله الحلوة مرة أخرى